السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر إلى الفترة اللي فاتت حاول عدد من قيادات الناتو في المقدمة منهم قيادات الولايات المتحدة الأمريكية أن هما يطلقوا حزمة من التصريحات مضمونها أن هما قرروا ينتقموا من روسيا وينتقموا من الصين على التجاوزات بتاعتهم لأن روسيا سولت لها عقلها أن هي تقتحم أوكرانيا بالمخالفة للقوانين الدولية وأن الكلام ده لا يجوز وإحنا وضعنا كل الخطط اللي هتمتقم من روسيا خلال المرحلة القادمة قالوا الكلام ده وقالوا أيضا كنتاج لاجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بخارست برومانيا وإحنا كنا بثينا حلقة كاملة بهذا الخصوص قالوا إحنا وضعين خطة عمل للتصدي لتجاوزات الصين وهنقدر أن نتصدى لها بسبب التحركات العسكرية بتاعتها المخالفة للقوانين الدولية وبسبب دعمها الروسيا حاولوا يطلقوا مجموعة من التصريحات اللي تظهرهم أن هما أقوية جدا وبيحققوا انتصارات غير عادية الواقع حاجة واللي بيقولوه حاجة تانية اللي بيقولوه ده حاجة كلها مليانة أكاذيب أما الواقع العملي كارسي أحد قيادات أوكرانيا كشف الصطارة عن أن روسيا وصلت في حربها مع أوكرانيا إلى درجة أن هي ضربتها بصواريخ نووية تخيلوا؟ أه والله هزا ما بقولك كده تعالوا شوفوا التصريحات عشان تعرفوا حضراتكم أن التصريحات النيتوية أو الأطلسية في وادي والواقع في وادي آخر المسؤول العسكري الأوكراني نيكولا دانيولو أعترف بعضمة لسانه قال روسيا بدأت في ضرب أوكرانيا بصواريخ ذات قدرات نووية برؤوس حربية غير متفجرة الصواريخ ديت اللي هو بيقول عليها المسؤول العسكري الأوكراني ده ديت عبارة عن مرحلة أولى من الصواريخ النووية الاستراتيجية أو التكتيكية في نوعين من القدرات النووية النوع الأولاني اللي الدول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هي تفكر تستخدمها إلا في اللحظات الحارجة فقط ديت للرادع فيش دولة تقدر تستخدمها إذا كان أساسا قنبلتي هيروشيما ونجازاكي لحد تاريخ النهاردة العالم بيتحاك بيهم لأن أمريكا استخدمتهم في لحظة من اللحظات وكانت القدرات بتاعتهم أساسا محدودة الأثر فالعالم كله بيذكر هذا التاريخ وهذه الوقعة لحد تاريخ السعاد تخيلوا حضراتكم لو أن أي دولة استخدمت أي قنبلة نووية عادية هتكون كرسة الكوارث النوع الثاني من القدرات النووية أو الأسلحة النووية هي الأسلحة النووية التكتيكية قنبلة بيتم تفجيرها في مكان ما بتكون محدودة الأثر يعني تأثيرها ما بيتجاوزش مثلا أربعة أو خمسة كيلو متر مربع فقط دية الأسلحة الرادعة جدا اللي ممكن الدول تستخدمها لوضع نهاية للحروب اللي بتاخدها روسيا عندها ألفين رأس نووي تكتيكي كل دول الناتو بلا استثناء لا تمتلك إلا متين رأس نووي تكتيكي عشان كده الكل بيراهن أن روسيا هتحسم الحرب الصالحة في كل الأحوال لأن الحرب العسكرية التقليدية المشتعلة حاليا فوق الأراضي الأوكرانية حاليا لو لم تحسم الحرب لصالح روسيا وحسمتها لصالح أوكرانيا روسيا هتتدخل وتحسم الحرب بقنبلة تكتيكية واحدة وشكرا جزيلا حاليا دلوقتي حضراتكم وصلت المسألة إلى درجة أن روسيا بدأت تستخدم أسلحة نووية تكتيكية غير منفجرة الرؤوس بداية لحسم المعركة هو ده اللي تكلم عنه المسؤول العسكري الأوكراني وقال إن روسيا بدأت في ضرب أوكرانيا بصواريخ ذات قدرات نووية برؤوس حربية غير متفجرة بغرض استنزاف قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية ثم عن طريق الراجل ده الجيش الأوكراني عرض شزايا من صواريخ كروز اكس خمسة وخمسين المعروفة باسم اي اس خمستاشر واللي تم العصور عليها في مناطق زي مناطق لفيف وخاملينتسكي ديت مناطق غرب أوكرانيا وقال للمسؤول العسكري إن هذا النوع من الصواريخ مصمم للاستخدام النووي وقال إن الصواريخ ديت بيتم إطلاقها لاستنزاف نظام الدفاع الجو الأوكرانيا وقال إن الاختبارات اللي أجريت على الشزايا ما أظهرتش لحد دلوقتي مستويات غير طبعية من النشاط الإشعاعي يعني إحنا ملاحظناش أي تصربات أو أي أشعة نووية كنتيجة لانفجار هذه الصواريخ وقال هذا النوع من الصواريخ تم تصميمه حصريا لإطلاق الأسلحة النووية التحليلات بالأمس والنهاردة قالت بناء على إطلاق الصواريخ ديت في قلب أوكرانيا قالت إن الجيش الروسي ربما أزال الرؤوس النووية من الصواريخ ديت واستبدلها بنظام خامل كمقدمة لضرب أوكرانيا بصواريخ نووية تيكتيكية مباشرة يعني تقدروا حضراتكم تقولوا إن روسيا انتقلت في الحرب بتاعتها في مواجهة دول النيتو في مواجهة القوات الأوكرانية أيضا فوق الأراضي الأوكرانية انتقلت إلى المرحلة به من الحرب بتاعتها مرحلة ألف مواجهة عسكرية مباشرة مواجهة عسكرية تقليدية مرحلة به الصواريخ النووية التيكتيكية غير المتفجرة وقال المسؤول العسكري إن الصاروخ الواحد بيشكل خطر كبير بسبب تقتل حركية وتأثير قوته وقال إن الصواريخ دية تم تصميمها سابقا في الاتحاد السوفيتي لضرب أهداف استراتيجية بإحداثيات محددة سلافا المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايل لبودولاك قال إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما بين 10.000 ل 13.000 جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا يعني إيه لمؤاخذة؟ هنا المسؤول العسكري الأوكراني بيعترف بعدمة لسانه بأن روسيا بدأت تدك في أوكرانيا بصواريخ كروز X-55 المخصصة لحمل الرؤوس النووية وده أول مرة تحصل في ساحة أو في ميدان المعركة البيه الثاني اللي هو المستشار الرئاسي الأوكراني بيقول إحنا خسرنا من 10.000 ل 13.000 جندي أوكراني في مواجهة روسيا ليه لهجة التصريحات اختلفت؟ لسبب بسيط أنت قعدت تخفي تخفي المعلومات تخفي المعلومات تضلل الرأي العام كله في سبيل أنك أنت تجمل وجهك قدام الشعب بتاع دولتك وقدام الرأي العام الغرب والرأي العام الدولي لحد ما المسائل اتكشفت أو على الرأي عبد المنعم مدبولي في مصرحية رأيه وسكينة كل شيجن كشفين وبان أوكرانيا تتهم موسكو بقصف الأراضي الأوكرانية بصواريخ ذات قدرات نووية أوكرانيا فقدنا ما بين 10.000 و 13.000 جندي في الحرب أوكرانيا تعلن مصرح نحو 13.000 من عسكريها منذ الغاز الروسي مقتل حوالي 13.000 جندي أوكراني في الحرب مع روسيا دي حضراتكم وانشبتات بيشتكشف السطار أن روسيا بتحقق انتصارات غير عادية مش هو ده اللي احنا قلناه لحضراتكم منذ عشرات الحلقات السابقة الطرف الوحيد الذي سوف يحقق الانتصارات الكبرى هو الطرف الروسي بقيادة لادمير بوتين في النهاية نعتذر عن أي خطأ بنترحه في الحلقة دي أو في أي حلقة سابقة لسبب سطل الغاية احنا ما بندخلش الحلقات بتاعتنا للمنتاج عشان نعمل كط لأي خطأ احنا فورا على طول وعقب التسجيل مباشرة بيتم طبعا نشرها على قناة مصر ولذلك احنا نعتبر القناة الوحيدة على السوشيال ميديا كلها اللي ما بندخلش الحلقات بتاعتنا للمنتاج بفضل من ربنا وثم جهود الزملاء العاملين بقناة مصر بالإضافة إلى دعم حضراتكم لينا جميعا لحنا بنعتبره بمثابة وسام على الصدر أراكم على خير موسيقى 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 موسيقى